بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي وكل محبي اللغة العربية أنا أخوكم عبد الرحمن الصابر وإنت بتسمعني الآن على قناة الدليل في اللغة العربية تكلمنا الحصة اللي فاتت عن نصب الفعل المضارع والنهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم عن جزم الفعل المضارع وده الدرس الثاني من دروس النحو لطلبة تانية سنوي المهم ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان إن شاء الله على هذه القناة هنزل كل سبت وثلاث لطلبة تانية سنوي هنشرح المادة كاملة وهنحل كتاب تمارين كتاب الامتحان كاملة إن شاء الله تعالى المهم النهاردة هنتكلم عن جزم الفعل المضارع الفعل المضارع بيجزم إذا وجدت أدوات معينة يعني لو فيه أدوات وجدت في الجملة وجاء بعدها فعل مضارع الفعل المضارع بيكون مجزوم شغلتنا النهاردة في الدرس بتاع النهاردة إن احنا نعرف هذه الأدوات طيب الأدوات اللي بتجزم الفعل المضارع بتاخد معانا شكليل أو بتاخد معانا إيه؟ شقين الشق الأول ما يجزم فعلا واحدا ما يجزم فعلا واحدا يعني أداة جاء بعدها فعل مضارع الفعل المضارع بيكون مجزوم وبيكون معانا فعل مضارع واحد بس هو اللي مجزوم ودول أدوات هنعرفهم أربع أدوات طيب الشق التاني من الأدوات التي تجزم الفعل المضارع ما يجزم فعلي يعني الأداة بيجي بعدها فعلين لازم يجي فعلين مجزومين والأدوات دي تسمى أدوات الشرط أدوات الشرط بتجزم الفعل الأول يسمى فعل الشرط والفعل الثاني يسمى جواب الشرط طيب يلا نتعرف على هذه الأدوات وإن شاء الله بإذن الله بعد نهاية هذا الدرس درس جزم الفعل المضارع مش هيبقى فيه أي مشكلة ركز معي جزم الفعل المضارع ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين نبدأ بما يجزم فعلا واحدا أول أداء معانا اللي بتجزم فعل واحد لم ولم لما أحب أعربها عبارة عن حرف نفي وجزم يعني أنت لو جات لك في الأمثلة أو قال لك أعرب ما تحته خط وحطي لك خط تحت لم هتقول لم حرف نفي وجزم طيب لم هنا نهايتها سكون يبقى تقول مبني على السكون لم حل له من الإعراب طيب لم دي لو جاء بعدها فعل مضارع الفعل المضارع بيكون مجزوم ركز في المثال لم ينجح المهمل لم ينجح المهمل ينجح هنا فعل مضارع طيب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم السكون طيب الطلاب لم ينجحوا آه ينجح هنا فعل مضارع طيب فعل مضارع مسبوق بلم يبقى على طول مجزوم طيب ينجح هنا مجزوم بإيه؟ مجزوم بحزف النون ليه؟ لأنه من الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة حينما تجزم تجزم بحزف النون وأنا عرفها كمان شوية إيه هم الأفعال الخمسة؟ كل فعل اتصل به ألف الاثنين أواو الجماعة أو ياء المخطبة أي فعل في نهاية ألف اثنين أواو جماعة أو ياء المخطبة لما حب بجزمه بجزمه بحزف النون لذلك هنا قلنا إيه؟ الطلاب لم ينجحوا ما قلتش ينجحون تمام؟ دي الأداة الأولى يبقى لم حرف نفي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب رقم اتنين لما ودي الأداة الثانية التي تجزمه فعلا واحدا لما يقم علي طيب لما ديت حرف نفي وجزم وقلب هنعرف يعني إيه؟ نفي وجزم وقلب لما يقم علي يقم هنا فعل مضارة قبلي لما إيبه فعل مضارة مجزوم على طول طيب هي حرف نفي معروف النفي أم في هذا الشيء أم في القيام حرف نفي وجزم يعني تجزم الفعل المضارة وقلب يعني إيه؟ وقلب يعني بتقلب زمن المضارة إلى الماضي لما أقول لما يقم علي يعني علي في الفترة اللي فاتت كلها ما أمش فضل إيه؟ فضل قاعد يبقى أنا حولت النفي في زمن الماضي مع أني الفعل مضارة قدامي يبقى هي قلبت معنى المضارة إلى الإيه؟ إلى الماضي طيب إيه الفرق بين لم ولما؟ الفرق ما بينهم بسيط جدا لم لما أقول لم يقم محمد يعني خلاص محمد ما أمش خلاص غير متوقع قيامه في المستقبل هو ما أمش خلاص لكن لما أقول لما يقم محمد يعني معناها أن محمد لغاية دلوقت ما أمش لكن متوقع قيامه في المستقبل يبقى الفرق ما بينهم أن لم غير متوقع الحدوث في المستقبل لكن لما متوقع بنفي إلى زمن التكلم يعني لغاية وقت ما احنا بنتكلم في نفي للقيام ما فيش قيام لكن ممكن بعد كده يقوم ودايما بيكون متوقع الحدوث في المستقبل وده الفرق اللي بينهم هو فر بسيط لما أقول لما يصل القطار أنا واقف عند المحطة بتاعة القطر لما ييجي حد يسألني يقول لي هو القطر وصل ولا لا أقول له إيه أقول له لما يصل لأنه متوقع حدوثه في المستقبل يعني أنا منتظر القطر يعني معناه زيك أنه إيه هيجي متوقع أنه هيجي طيب لو أنا غير متوقع أنه هيجي أو خلاص القطر مش هيجي النهاردة أقول إيه لم يصل القطار لم يصل القطار يبقى الأداة الأولى لم الأداة الثانية لما الأداة الثالثة لا الناهية لا الناهية آه لا الناهية هتخذنا الحتة مهمة جدا يبقى لا الناهية لما ييجي بعدها فعل مضارع بيكون الفعل المضارع إيه مجزوم لما أقول واحد لا تهمل دروسك لا تهمل دروسك تمام لا تهمل أنت دروسك دروسك مفعول به إبلا هنا ناهية تمام وهي حرف مبني على السكون لا للناهية طيب تمام لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد آه لا تؤجل أنا هنا بقوله أنهيه أنهي أجل عمل اليوم إلى الغد اثنين هما فقلت لا تؤجله تؤجله هنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه مثنى أو لأنه من الأفعال الخمسة ايه هما كل فعل انتصل به آلف وإثنين أو واو الجماعة أو يا المخاطبة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد أنا ناهي مني أنهما ما يأجلوش عمل اليوم إلى الغد طيب عايز أفرق بين لا الناهية ولا النافية باختصار شديد جدا وبدون حفظ ما تسمعش كلام اللي يقولك اللي يجي بعدها تهه اللي يجي بعدها يهه والكلام اللي يهه اللي هو مبني على الحفظ احنا عايزين نفهمها لما أقول لواحد لا تهمل في دروسك آه يبقى أنا هنا ناهي ولا مش ناهي ناهي أنا أنهيه عن أنه هو يهمل في دروسك طيب لما أقول لا رجل في البيت ما فيش رجل في البيت نفي أنفي أن يكون هناك رجل في البيت إيه الفرق ما بينهم النهي ده إنشاء ما تعملش الحاجة الفلانية فيها معنى النهي طيب أما النفي أنا أنفي شيء مش موجود فيه مش موجود مثلا ما فيش حد في البيت أقول لا رجل لا في البيت يبقى هنا لا ناهية ولا ناهية هتاخدها من خلال المعنى طيب لا ناهية الفعل المضارع بعدها مجزوم طيب لا ناهية الفعل المضارع مش مجزوم لا تؤثر في الفعل المضارع ولكنها ناهية يبقى الفعل مضارع بعدها يبقى إيه؟ هيبقى مرفوع يبقى الأداة التالتة معانا لا الناهية والفعل المضارع بعدها يأتي مجزوم طب رقم أربعة لام الأمر لام الأمر لام الأمر يأتي المضارع بعدها مجزوم زي المثال اللي معانا ليقم علي من نومه ليقم آه ليقم اللام هنا إيه؟ جاء بعدها فعل مضارع يبقى يقم هنا إيه؟ مجزومة مجزومة بالسكون لو تلاحظ أنا قلت هنا ليقم يقم فعل مضارع مجزوم باللام اللي هي اللام لام الأمر وعلامة جزمه السكون طيب ليه ما قلتش ليقوم وسكنت الميم في الآخر حزفت الواو ليه من يقوم حزفت الواو علشان أنا هسكن الميم عشان هو مجزوم طيب والواو أساسا مجزومة يبقى هي يلتقي ساكنان في الكلمة فحزفت الواو حتى لا يلتقي ساكنان لذلك قلت ايه قلت ليقم لا Büقوم قلت ليقم علشان الميم ساكنة والواو ساكنة وما ينفعش كلمة واحدة يأتي ساكنان في كلمة واحدة تمام طيب وليدخل المسجد وليدخل المسجد طيب هنا قلت ليقم بالكسر اللام مكسوري بقول إيه حرف لام الأمر عبارة عن حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب طبعا تمام ولام الأمر طبعا بتدل على الطلب ولأنها هي تدل على الكف عن الفعل وليدخلوا المسجدة آه لو نلاحظ هنا لام الأمر طب يدخلوا هنا خلاص بعرفناها من الأفعال الخمسة يدخلوا هنا مجزومة بحزف النون لأنه من الأفعال الخمسة دول باختصار الأربع أدوات اللي بتجزم فاعل واحد ما فيش غيرهم الأربع أدوات دول تحفظهم لم ولما لا الناهية لام الأمر دول الأربع أدوات اللي هم بيجزموا إيه بيجزموا فاعل واحد بكده الحمد لله نكون فهمنا الأدوات التي تجزم فعلا واحدة طيب ندخل بقى على الأدوات التي تجزم فعلا الأدوات التي تجزم فعلا وعايزك تركز معايا في الجزية دي الأدوات اللي بتجزم فعلين اسموهم إيه؟ اسموهم أدوات الشرط اسموهم أدوات الشرط أدوات الشرط لازم يكون في فعل شرط وجواب شرط طيب أدوات الشرط معايا هناخدها بالتفصيل عندنا أول أداة معانا تجزم فعلين إن حرف إيه؟ الحرف إن طيب حرف إن ده تعريبه إزاي؟ حرف إن لما يجي أعريبه أقول حرف شرط جازم مبني على إيه؟ السكون ما ونهيته سكونه مبني على السكون لا محل له من الإعراب هاتل المثال بسرعة إن تذاكر تنجح لو تركز هنا عرفنا إعراب إن حرف إيه؟ شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب طيب تذاكر فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون فعل الشرط أو ممكن تقول فعل شرط مجزوم وعلامة جزمه السكون تمام؟ ده فعل الشرط طيب تنجح جواب الشرط آه يبقى هنا الأداة بتاعة إن ما ينفعش يجي معها فعل لو كانت شرطية ما ينفعش يجي معها فعل واحد لا ده لازم يجي معها إيه؟ لازم يجي معها فعل إن فعل الشرط هو جواب الشرط طيب إن دي أول واحدة من؟ من هنا مش حرف بقى؟ من هنا اسم؟ اسم شرط جازم مبني على السكون وبيستخدم للعاقل يستخدم مع المين؟ مع العاقل أقول من يسعى يحصد الثمار طيب يسعى هنا مجزومة ولا مش مجزومة؟ مجزومة لأنها فعل الشرط طيب فين جواب الشرط؟ يحصد هنا جواب الشرط طيب من يسعى؟ يسعى هنا مجزومة إيه؟ مجزومة بحذف حرف العلة أن الحرف المعتل حينما يجزم هنحذف إيه؟ حرف العلة يبقى من يسعى ما يجيش حد يقول إن ما عليها يا فتحة إيه؟ مش مجزومة لأ ده الجازم هنا بإيه؟ بحذف حرف العلة من يسعى يحصد الثمار يبقى دافع للشرط مجزوم وده جواب الشرط إيه؟ مجزوم ومن هنا اسم شرط جازم مبني على السكون ودائما أقول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ لأنها طالما اسم في بداية الجملة أي اسم في بداية الجملة بيكون إيه؟ بيكون مبتدأ وده في الغالب وده إيه؟ في الغالب طيب الأداء اللي بعد كده ما ومهما ما ومهما طيب ما ومهما لما أجي أعريبهم أعريبهم إزاي؟ أقول اسم شرط جازم مبني على السكون طالما أسماء في الغالب هيكونوا مبتدأ في محل رفع مبتدأ اسم شرط جازم مبني على السكون بس ما ومهما بيستخدامه مع غير العقل يبقى الفرق بين من وما ومهما أن من للعاقل وما ومهما لغير العاقل الأمثلات بين معنا وما أدي الأداة أداة الشرط اسم الشرط وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا أدي الفعل مضارع ندور على الفعل مضارع لأنفسكم من خير تجدوه أدي الفعل المضارع الثاني الفعل الأولاني فعل الشرط تقدموا مجزوم بإيه؟ مجزوم بحسب النون ليه؟ لأنه من الأفعال الخمسة من خير تجدوه جواب الشرط مجزوم مجزوم بإيه؟ مجزوم بحزف النون لأنه من الأفعال الخمسة يعني لو كان مرفوع كنا قولنا تجدونه كنا هنسبت النون لكن هنا مجزوم بحزف النون لأنه من الأفعال الخمسة إبقى عندنا فعل الشرط وجواب الشرط طيب مهما برضو اسم شرط جازم مبني على السكون لغير العاقل لو في بداية الجملة وعايزة عرابة أقوله في محل رافع مبتدأ طيب مهما تقرأ تزدد ثقافة مهما تقرأ تزدد ثقافة يبقى تقرأ هنا مجزوم فعل الشرط فين جواب الشرط تزدد أو حزفنا الألف بتاعت تزداد ما قلناش تزداد عشان حتى لا يلتقي ساكنان يبقى تزدد ثقافة جواب الشرط مجزوم أيضا الأدوات اللي بعد كده متى وأيانا متى وأيانا بيتكلموا عن الزمن بيتكلموا عن إيه عن الزمن بذلك هنقول اسم شرط مبني على متى مبنية على السكون طيب أيانا مبنية على الفتح شوف آخر الكلمة مبنية على إيه وقول مبنية على السكون مبنية على الفتح طيب متى هنا مبنية عليه على السكون طيب أيانا مبنية على الفتح يبقى أقول متى اسم شرط مبنية على السكون طيب أيانا اسم شرط مبنية على الفتح اللي اتنين في محل نصب ظرف زمان يبقى لما يحطيلي تحت متى لما تكون شرطية تحت متى خطه يقول لي أعرب يقول له اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان طيب هو بيتكلم عن الزمن لذلك بيقول المثال متى تزاكر تنجح يعني في الوقت الذي أنت تزاكر فيه هتنجح متى تزاكر الفعل الأول فعل الشرط مجزوم تنجح الفعل الثاني جواب الشرط مجزوم وفي شرطه متى تزاكر تنجح شرطية يعني إذا تحقق الشرط تحقق الجواب أيان تزاكر تنجح وأيان ومتى بنفس المعنى بيدل على الزمان طيب الأدوات اللي بعد كده أين وأينما وحيثما وأن أين أينما حيثما أن أين أينما حيثما أن دول بيدل على المكان بيدل على المكان طيب زي ما تقول أين تذهب الأخلاق يهلك المجتمع يعني في المكان الذي تذهب فيه الأخلاق يهلك المجتمع طيب الأدوات اللي مع بعض دول تعريبهم إزاي أقول اسم شرط مبني على على حسب أين على الفتح أينما على السكون حيثما على الفتح على السكون أنا على السكون يبقى على حسب نهايتها أقول مبني على كذا دول مبنيين أسماء مبنية أقول فيه محل نص بظرف ظرف مكان لأنهم بيدلوا على المكان طيب ممكن أقول أين تذهب أدي فعل الشرط تذهب طيب فين الفعل الثاني الأخلاق يهلك هذه الفعل الثاني جواب الشرط يبقى فعل الشرط وجواب الشرط طيب المثال ده ممكن أخذه على أينما آه ممكن أقول أينما تذهب الأخلاق يهلك المجتمع طيب حيثما حيثما تذهب الأخلاق يهلك المجتمع أن أن تذهب الأخلاق يهلك المجتمع كلهم بنفس المعنى بيدلوا على المكان ركز معايا في باقي الأدوات وإن شاء الله بإذن الله هتبقى الدنيا تمام كيفما كيفما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نص بحال يبا كيفما هنا بتدل على الحال يبا لما هجع ريب أقول اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نص بحال كيفما يكن المرء يبا يكن هنا فعل الشرط مجزوم ولا مش مجزوم مجزوم أن احنا حزفنا الواو بتاعته عشان النون دي ساكنة يبا ما يلتقش ساكنة قلنا كيفما يكن المرء يكن صديقه يبا ده فعل الشرط وده جواب الشرط ده مجزوم وده مجزوم طيب آخر أداء معنا بتجزم فعليا من أدوات الشرط اللي هي أي اسم شرط معرب يعرب على حسب موقعه في الجملة وده الوحيد اللي اسم من أدوات الشرط هو معرب وليس مبني اللي هو أي اللي بعد أي بيجي مضاف إليه على طول اللي بعد أي بيجي مضاف إليه ادينا أمثلة أي طالب يجتهد يتفوق يجتهد فعل الشرط شرطية يتفوق جواب الشرط وده عاقل نتكلم عن طالب يعني عاقل أي مال تمتلكه ينفعك تمتلكه ينفعك يبقى تمتلكه هنا فعل الشرط وينفعك جواب الشرط أي وقت تذاكر فعل الشرط أذاكر معك جواب الشرط يبقى برضو هنا عندنا فعلين تمام وطبعا وقت مضاف إليه أي حاجة تيجي بعد أي الكلمة التي تأتي بعد أي بتعرب بيه تعرب مضاف إليه أي بلدة تزورها تستفد منها تزورها ما قلناش حزفنا لو هو بتاع يزور عشان حتى لا يلتقي ساكنة طيب تستفد منها يبقى تستفد أيضا مجزومة جواب الشرط أي بلدة تزورها تستفد منها يبقى هنا شرطية فعل الشرط وجواب الشرط يبقى كده عندنا الأدوات التي تجزم فعلين عندنا الأولى إن من إن لغير العاقل من للعاقل ما ومهما لغير العاقل أيضا متى وأيان بيدلوا على الزمان أين أينما حيثما أن بيدلوا على المكان دول بيعربوا ظهر في زمان ودول بيعربوا ظهر في مكان كيف ما هنا بتدل على الحال أي تعرب على حسب موقعها في الجملة بكده نكون انتهينا من الأدوات التي تجزم فعلا واحدا اللي هما الأربعة والأدوات التي تجزم وفعلين اللي هما أدوات الشرط فضلنا حاجة بسيطة ناخد معنا بعض الملاحظات هنا بيقول لي إذا انتهى الفعل المضارع بحرف صحيح والحرف الصحيح قبله حرف معتل يبقى فيه هنا حرف صحيح وقبله حرف معتل حرف المعتل في الغالب أو هيكون ساكن زي مثلا الفعل تنال ركز معايا الفعل إيه تنال لو تركز هنا الفعل تنال فعل صحيح الآخر تمام بس قبله حرف معتل الحرف المعتل ده ساكن طب الفعل تنال ده لما أحب أسكنه لما أحب أخليه مجزوم يبقى أحط سكون هنا هنا عندي حرف معتل هنا ساكن واللام الأخيرة دي ساكنة التقى هنا ساكنان أعمل إيه لازم أحذف حرف منهم حتى لا يلتقي ساكنان طيب هحذف إيه هحذف حرف العلة هنا لأنه الأضعف وقول إيه تنال لذلك أقول إن تعبد الله تنال رضاه ما أقولش إيه تنال أقول تنال رضاه حتى لا يلتقي معنا ساكني طيب الملحوظة التانية إذا انتهى الفعل المضارف الفعل المضارف بحرف مضاعف يعني حرف مضاعف يعني مشدد يفك التضعيف عند جزم يعني لو هو كان مشدد لما أجزمه أفك هذا التضعيف إزاي؟ زي مثلا الفعل يحبك يركز كده معايا يحبك يحبك هنا الباق مشددة يحبك الناس الباق هنا مشددة طيب لما تحب تجزم الفعل ده هتقول إيه يحببك الناس فكتل ايه؟ التضعيف لزيك تقول انت اجتهد فعل الشرط يحبك الناس الباق هنا ايه؟ ساكنة وفكنا التضعيف عشان يظهر معنا الجزم طيب أدوات الشرط الجزمة ممكن تدخل على الماضي هل أدوات الشرط اللي هي بتجزم فعلين في المضارع فعل الشرط وجاء بالشرط مختصة بالمضارع بس؟ لا مش مختصة بالمضارع بس ممكن تدخل على الماضي؟ آه ممكن تدخل على الماضي طيب أقول ليه ساعتها؟ أقول فعل الفعل الماضي ده أقول فعل شرط مبني على الفتح مثلا في محل جزم فعل الشرط زي المثال اللي قدامنا زاكر إن ذاكر علي النجح آه لو تركز في زاكر ذاكر ده فعل ماضي طيب الفعل الماضي هقوله ايه؟ فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط نجحة فعل ماضي بنجحة فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط يبقى أدوات الشرط مش هزف تدخل على المدارة بس ده ممكن تدخل على الماضي ساعتها أقول فعل ماضي مبني على كذا في محل جزم إيه في محل جزم فعل الشرط أو جواب الشرط الملاحظة الأخيرة حزف فعل الشرط زاكر وإلا ترسب لما تلاقي إن الشرطية مضغمة في لا بنحزف فعل الشرط ذاكر وإلا ترسب كأني بقول إيه وإلا تذاكر ترسب فعل الشرط وجواب الشرط حزفت أنا إيه فعل الشرط لأن إن أضغمت في لا طيب دول الملحوظات المهمة اللي لازم ناخد بالنا منهم آخر حاجة ناخد النهاردة علامات جزم الفعل المضارة الفعل المضارة بيكون مجزوم بإيه مجزوم بعلامات العلامة الأولى السكون علامة الأولى إيه السكون يكون مجزوم بالسكون لو كان صحيح الآخر من يذاكر ينجح يذاكر هنا صحيح الآخر الروح دي صحيح الآخر يعني مش أخيرة حرف علة يبقى تبقى مجزومة بالسكون ينجح أيضا صحيح الآخر مجزومة بالسكون العلامة التانية ممكن أجزم الفعل المضارع بحزف حرف العلة إذا كان معتل الآخر لا تسعى في الخير لا تسعى تسعى ده أصله كده تسعى تمام حزفتنا حرف العلة وهي دي علامة الجزء مع أن تسعى هنا علا فتحة ما يجيش حد ما يقول لي ده علا فتحة يبقى إزاي مجزومة لا أقول له ده مجزومة بحزف حرف العلة حزف النون العلامة التالتة حزف النون لو كان من الأفعال الخمسة قلناها كذا مرة كله فعل انتصى بي الف الاثنين أول جماعة أو ياء المخاطبة انتوا ذاكروا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حزف النون لأنه من الأفعال الخمس تنجحوا ده فعل الشرط وده جواب الشرط انتوا ذاكرة وده بحزف النون تنجحها انتوا ذاكري يا المخاطبة ما قلتش انتوا ذاكرين قلت انتوا ذاكري ودي العلامة بتاعة جزم المضارع معي المخاطبة بكده نكون انتهينا بفضل الله تعالى من جزم الفعل المضارع وعلامات جزم الفعل المضارع ان شاء الله تعالى في الفيديوهات اللي جاية هنحل تمارين كتاب الامتحان على نصب الفعل المضارع وعلى جزم الفعل المضارع وهنبدأ برضو في الدروس بتاعة الفروع التانية كل اللي عليك ان انت هتبعني على هذه القناة ان شاء الله تعالى هتعمل سبسكرايب وهتفعل زر الجرس وهنزل ان شاء الله كل سبت وثلات لطلب التانية سنوي والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر